بعد تفشي جائحة كورونا بموجتها الثانية بمحافظة تأز عقد صباح اليوم مكتب الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا ليظهر للجميع آخر التطورات والمستجدات وكيف يتعامل المكتب مع الحالات التي تصل إليهم وما تعاني المحافظة جراء هذا الفيروس القاتل ومن ثم أننا أقول لنا بلغ إجمال الحالات المشتبهة أي المبلغ عنها 242 حالة مشتبهة إلى أمس طبعا هذا ما يعينا كل الحالة فقط لا أستبعد أن تكون حالة المشتبهة تتجاوز الـ 500 حالة لكن هذا ما ظل من عنهم وما تم التحرير حوله من فنحة الاستجابة السريعة المتشرة في كل مربعات المديريات بلغ عدد الحالات المشتبهة 242 حالة ثم تأكيد 137 حالة إيجابية بلغ عدد الحالات المشتبهة 242 حالة ثبت إصابة 137 حالة مؤكدة بعد الفحوصات توفيت منها 20 حالة وهناك حالات لم يبلغ عنها ولم تصل إلى مكتب الصحة تعاني في منازلها سواء بالمدينة أو الريف وهناك تضاعف وازدياد بالحالات المشتبهة المؤكدة كل يوم وسط إهمال مجتمعي وغير مبالاة قد تؤدي لكارثة إذا لم يلتزم السكان بكل الاحترازات المطلوبة إلى الآن لم تدعى محافظة دعز سواء من منظمة الصحة العالمية أو من مركز المؤكس المؤكس أو من الدعم المقدم من شركات هائل سعيد التي قدمت إلى جميع أنحاء محافظة كمهورية ما عدا محافظة دعز فيما يخص جهاز البي سيها فقط منظمة الصحة العالمية دعمت بالأجهزة الأخرى المتعدقة من مدة البي سيها لكن كجهاز ليس لدينا سوى جهاز واحد فقط يعمل منذ 2010 نحن نناشد كل المنظمات الإنسانية بما فيها منظمة الصحة العالمية وبركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بدعم مستشفى الجمهوري بمحطة دوريج الكسرقين بسعة من 200 إلى 300 استوانة يوميا حتى نكون قادرين على تنبية الاحتياج للمرضى كما يعرف الجميع بأن مادة الكسرقين هي الأساسية كإنقاذ المريض بالخطوة الأولى ثم تأتي بعد ذلك الإقراءات المعالجية للمرضى فأنا أستغل هذه الفرصة وأناشدكم جميعا بإصالة رسالة لجميع القيهات والمنظمات بدعم المستشفى الجمهوري بمحطة السوقين وكما أناشد فعيلين الخير والمنظمات الإنسانية بإيقاءة مطبخ للمرضى وذوي المرضى والمرافقين لأننا لا يبدل لدينا ميزانية تشغيلية لمنكز العازل حتى الآن عادت كورونا من جديد بموجة أكبر وأخطر من سابقتها لذا يدق مكتب الصحة ناقوس خطر للمواطنين للالتزام بالاحترازات الوقائية محمد يسف لقناة سهيل تعز